منديل رأس الرب يسوع المسيح له كل المجد الذي ذكر فيه إنجيل يوحنى إصحاح 20 هنتكلم مع بعض دلوقتي على موضوع في رأي ضعفي مهم وهي موضوع يستخدم من الأدلة التاريخية الأثرية التي تؤكد أنه كان فيه شخص اسم يسوع المسيح تؤكد تاريخية الرب يسوع المسيح وأيضا دليل قوي جدا على أنه فيه شخص وجد اسمه يسوع هذا الإنسان فعلا صلب فعلا مش شبهه له وأيضا هذا الإنسان قام وجسده غير موجود في القبر اتكلمت سابقا على أدلة مشابهة فيه زي موضوع كافا تورينو اللي تابع معي وده من زمان قوي من فوق العتقد 14 سنة أو حاجة زي كده لأن أشكركم جدا طبعا إحنا لنا في الخدمة دي مع بعض دخلين دلوقتي لو أنا مش مخطئ من 2007 فدخلين ب16 سنة ربنا يبارك حضراتكم وشكرا للورث أيضا فيه تعليق أول مختصر على بحث من 10 يوليو 2018 بعد ما كنت اتكلمت على موضوع كافا تورينو تورينو بعدة سنين كان فيه بحث طلع بيحاول ينفي فالبحث اللي ادعوه أنه هو يثبت تزوير كافا تورينو قدمت لحضراتكم البحث تفصليا وأنه إزاي كان غير أمين وهو يثبت أصالة كافا تورينو فبعد ما تأكدنا من أصالة كافا تورينو أو كافا جسد ربنا يسوع المسيح له كل المجد بالأدلة العلمية والتاريخية التفصيلية والعايز يتأكد من هذا الأمر يرجع للملفين دون النهاردة ندرس أثر آخر وهو منديل رأس ربنا يسوع المسيح له كل المجد اللي تكلم عنه إنجيل يوحنى إصحى 20 في عدد 7 والمنديل الذي كان على رأسه على فكرة ما بيقولش على وجهه بيقول على رأسه هنلاقي دي كمان لها حاجة مهمة ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع الوحدة البعض بيتخيل إن المنديل ده كافنه جسد الرب يسوع المسيح وبعض مخلصه تكفينه وكل حاجة حطه بس حتة منديل صغير على الوجه لا ده مش صحيح ده مش معلومة دقيقة طبعا لن أدخل في التأملات الرائعة اللي بيقولها كثير من المتأملين والشراح الرائعين طبعا أفضل مني بكثير أنا هتكلم بس على الأدلة التاريخية مش هدخل في الناحية الرمزية خالص أولا المنديل اللي كان بيستخدم في هذا الزمان وقت الدفن كان يوضع على رأس الإنسان اللي مات في حادث يعني ده ما كانتش عادة الإنسان اللي بيدفن بطريقة طبيعية كانوا بيحطوا منديل منديل ده مختلف مع حاجة اسمها التكري كيم ده الملابس بتاعة الدفن اليهودي اللي يتربط من كذا مكان وقدمته لكم تفصيلا في موضوع لعاظر وموضوع المريمات لكن أشبه لكم تشبيه بسيط جدا يمكن حضراتكم تخلي بالكم عارفين حاليا لما حد يموت في حادث وعلى طول ييجي الإمس أو الإسعافات أو الكلام ده كله ويطلعوا مثلا من عربية أو حاجة زي كده ويحطوا عليه ملاية علشان الناس ما تفضلش شايفة وهو مشوه من حادث ده كانوا بيعملوا إكراما لي ده كان عشان لا يوهان ده كانوا بيعملوا زمان بس يحطوا منديل على رأس أو تلف به رأس الإنسان المصاب أو ميت في حادث فزي ما بيعمل حاليا من تغطية رأس أو جسد إنسان ميت في حادث ده كان بيتعمل برضو زمان خاصة اليهود اللي ما يحبوش أي إنسان ميت إنه هو يوهان ده يختلف عن أنواع المناديل اللي بتبقى قطعة من قطعة تكفين اللي بيتلف به رأس الإنسان الميت كما في قصة ألي عازر يوحن 11.44 فالتاني اللي هو في مثال قصة ألي عازر ده جزء من التكريكيم أو زي التكفين اليهودي اللي بيتم بعد تطهير الميت لكن دفن الرب يسوع المسيح لأنه زي ما شرحت ما كانش فيه وقت كافي كل خطوات الدفن الصحيحة اليهودية من تطهير الجسد بالكامل لازم ما يكونش فيه أي نزيف لأنه بيعتبر غير طهار النزيف وبعد ما يتوقف في الغسل بالكامل يتم العزل بتاع الجسد وبعدها يبتدي يتحط فيه ما يسمى بالتكريكيم اللي هو ملابس الدفن اللي بتتعقد من أكتر من مكان أو تتلف بأكتر من طريقة ويوضع في القبر ويوضع عليه تراب الرب يسوع المسيح ما كانش عندهم وقت يعملوا كل كلام ده لأن السبت كان يلوح فهما بينزلوا من على عود الصليب حطوا عليه منديل على رأسه عشان يداروا منظر الدم وبعد كده لما نزلوا لفوه بكتان ووضعوه في القبر ما عملوش أي خطوة وكانوا بعد السبت حيقوموا بعمليات الدفن الصحيحة الكاملة المفروضة حسب الشريعة اليهودية شرحت الكلام ده تفصيلا للي عايز يرجع إليه في ملف لماذا خرجت المريمات بالحنوط يوم الأحد لتكفينه هل خرجوا ليكفنوا ولا يسرقوا طبعا هو كان تكفن بالفعل طريحين تاني ليه يوم السبت يوم الحد بعد انقضاء السبت لهم رايحين عشان يكفنوا التكفين الصحيح لأن اللي تم في ليلة السبت بعجالة ده مش تكفين صحيح حسب الفكر اليهودية فهذا المنديل الأسري هو منديل وضع على رأس ربنا يسوع المسيح له كل المجن مات على عود الصليب وهو كان لسه بتخرج منه نزيف وسوائل يعني أول شيء لما سمح بيلاتوس ليوسف الرامي ونيقي ديموس ان هم من ياخدوا جسد الرب يسوع المسيح ينزلوا من على عود الصليب ويدفنوا أول شيء غالبا فعلوا ونيقي ديموس ويوسف الرامي قبل ما يلفوا في كتان هو ان هم من يحطوا المنديل ده على رأسه على طول يلفوا برأسه أغلب اللي هقدمه هنا هو من أبحاث رائعة متخصصة طبية تفصيلية بالإضافة لبعض المراجع الأخرى هحطها في النقاط تباعا لكن التلاتة دولة هم من دولة مصدر معلوماتي من الأبحاث التلاتة التفصيليين دول المنديل ده فعلا موجود حاليا في كاتدرائية سان سلفادور في أوفيدو في أسبانيا ومنها جاي اسم سوداريم أوفيدو فهي اسمها كاتدرال أوف سان سلفادور أوفيدو في أسبانيا وعشان كده هو اسمه سوداريم أوفيدو فكلمة سوداريم معناها قطعة كماش وأوفيدو هي المنطقة اللي موجود فيها ولكن طبعا هو اسمه سوداريم كريستي باللاتيني اللي هو معناه منديل المسيح أبعاد هذا المنديل أربعة وثمانين سنتف تلاتة وخمسين سنتف تاريخ هذا المنديل المنديل ده اللي هو وضع على رأس ووجه رب يسوع المسيح بعد تسليم الروح لما كانوا خلاص حينزلوا جسد الرب يسوع المسيح الطاهر له كل المجد اللي هو يوسف الرامي ونيقوديموس فوضعوا المنديل ده عليه لغاية ما وضعوه في القبر بعد كده قبل ما يحطوه في القبر لفوا الجسد المسيح بكتان اللي هو كفان تورينا هذه صورة المنديل قدام حضراتكم والمنديل ده كما هو مكتوب عنه بوضوح في إنجيل يحنى انه كانت فعلا ملفوف يعني مطابق بعناية انه هو بعد القيامة كان ملفوف لوحده يعني متطبق بعناية بعد قيامة المسيح ووضع جانبا يعني كفان تورينا اللي هو قطعة الكتان اللي تلف بها جسد المسيح بالكامل كانت موضوعا لوحدها وهذا المنديل وضع لوحده زي ما قال إنجيل يحنى لفظا في إنجيله إصحى حشرين عدد سبع المراجع السابقة اللي تتبعت تاريخيته اتضح ان هذا المنديل بعد قيامة الرب يسوع المسيح له كل المجد تم الاحتفاظ به في كهف أورشالين لغاية سنة خمسمائة وسبعين ميلادية بعدها زي ما تكلم عنه أنتينيوس من منطقة بياسينزا وقال إن بعد القيامة المنديل اتنقل لكهف قريب من أورشالين بقرب كنيسة القديس مرقص وقعد موجود فيه هناك طول هذه الفترة بعدها حتى قرأوا القرن السابع الميلادي أو 614 ميلادية تحديدا المنديل تتنقل من أورشالين في وقت ما كان يبدأ الهجوم الفريسي للملك كوسروة التاني فتنقل من أورشالين إلى الإسكندرية بوسطة الكاهن فيلب ولما الهجوم الفريسي بدأ يتمدد وكان قرب إلى الإسكندرية سنة 616 بعدها بسنتين نقلوا إلى أسبانيا وقام فلوجنتوس جنتيوس أسقف أسيجا باستقباله هو من معه من الهاربين من الهجوم الفريسي واللي جايين من الإسكندرية إلى أسبانيا تم تقديم المنديل وكان محفوظ بعناية داخل صندوق إلى لينادرو أسقف سيفل والوضع في سيفيل واستمر هناك فترة زمنية وده الجزء بتاع التاريخي والكتبات التاريخية التي كتبت على رحلة هذا المنديل لأنه انعزل تماما من بعد قيامة الرب يسوع المسيح كفا تورينو واستمر ينتقل بمعزل عنه في سنة 718 ميلادية اتنقل إلى توليدو في شمال أسبانيا في زمن القلاقل يطلحوا الصندوق بعد أيام صيام وعرضوا المنديل وتسجل هذا الحدث في وسائق لا يزال محتفظ بها حتى الآن في كاتدرائية سان سيلفادور في أوفيدو وبعد كده الملك غلف الصندوق بالفضة وعليه نقش إلا ما يتفتحش غير لما بيبقى إذن خاص عشان يتدرس أو يعرضوه ولكن موجود في هذا الصندوق باستمرار الآن بيتعرض المنديل بيتسمح أنه يطلعه من الصندوق المغلف بالفضة ثلاث مرات في السنة يوم الجمعة العظيمة ويوم اللي هو بيسموه يوم انتصار الصليب 14 سبتمبر وفي عيد بيسم عيد الأكتاف 21 سبتمبر نبدأ أول حاجة بالإعتراضات لا ده مزور ليه الكربون المشاعر أثبت أنه من 700 ميلادية أول حاجة لما تتكلم على المنديل ده وتاريخياته على طول زي كفان تورين وزي ما تكلمنا أنهما العينة اللي اتخدت عشان يتحلل بيها الكربون المشاعر كانت من الرؤعة اللي اتحطط له بعض الحريق اللي تعرض إليه في القرن الثلاثتاشر فطلعت القرن الثلاثتاشر لكن العلماء أقروا بأن الأدلة التاريخية تؤكد أن أقدم من ده بكتير وده يوضح خطأ من قياس الكربون المشاعر طيب ليه الخطأ ده؟ دراسة تفصيلية وضحت وده نشرت في الأبحاث السابقة نقولت لحضراتكم عليها وضحت أن المنديل تلوص ببقعة زيتية أثناء كل محاولات الهروب بتاعته المستمر والبقعة الزيتية دي هي اللي أخدوا منها العينة وهي اللي سببت نتيجة التحليل الخطأ وده اتنشر البحث التفصيلي ده في المؤتمر اللي اتعمل The Second International Conference On the Sudarium of Ovedo في إبريل 2007 تكلمت سابقاً كمان بالتفصيل عن مشاكل الكربون المشاعر وأخطاءه في المقياس الإشعاع الجزء الحالي 10 والرد على عمر الحفريات وكربون المشاعر والجزء الـ 12 مشاكل مقياس الكربون المشاعر والجزء الـ 13 أمثلة كثيرة على خطأ الكربون المشاعر وضحت إن الكربون المشاعر يتم فقط على عينات في نظام مغلق يعني لو هتجيب عينا في نظام مغلق تحفظها كويس جداً في النظام في أنبوبة سواء الرصاص أو غيره في وسط مغلق لكن أي عينا موجودة في وسط مفتوح تتعرض لرطوبة يحصلها في فلكتويشن أو ضغط أو حرارة أو غيرها من العوامل نتائج مقياس الكربون المشاعر لا يعتد بها ده جبته لكم بدل بحث من العلماء أبحاث كثيرة عشان كده ما بيستخدمش الكربون المشاعر في تحديد عمر المخطوطات اللي تعرضت لظروف حفظة سيئة ده مش بس مخطوطات كتابية ده حتى مخطوطات الأعمال الكلاسيكية القديمة ما بيستخدموش الكربون المشاعر بيستخدم الباليوجرافي وغيرها من الأدلة لتحديد عمر المخطوط ليه؟ لأن الكربون المشاعر لو حصل فلكتويشن أو تغير أو الحرارة بتصبح النتيجة لا يعتد بها لكن في مقابل الخطأ اللي حصل طب إيه أدلة الإثبات؟ الحقيقة أدلة الإثبات كثيرة جدا بعض الأبحاث اللي تمت على المنديل موضحت أشياء كثيرة أولا هو من كتان بدون أطراف متخيطة يعني حتى من نوعية كانت موجودة معهم مش نوعية قعدوها بقى بعناية وحرص جديد ولم يتعرض لأي أصباق يعني مش نوعية غالية كانت بتتصبغ وليه يفيه أثار صقب صغير يعني فيه آلة حادة كانت بتستخدم لربط المنديل ده لما تلف على الرأس فعدم وجود أصباغ يعني ليس إنتاج في العصور الوسطى اللي كان من أثناء المراحل اللي بتتم التنقية ويه بتتم نوع من أنواع الصباغة ده قبل هذا هي المراحل اللي هي الأثناء بتستخدم فيه تصنيع القماش أيضا أسلوب ربط القماش أثناء لفه بشق معدني ده أسلوب قديم حتى لغاية دلوقتي بيوضحه لحضراتكم لما يجيبوا الكليبش الكبير المعدني لما يلبسوا به السطرة اللي كانوا بيلفوها حوالين رأسهم زي الجنود الرومان وغيره وحتى اليهود أيضا لكن الأهم من ده شكل الخيوط النسيق بتاع الخيوط هو حرف زي وده قدمت لحضراتكم برضو هو نفس الشكل اللي موجود في نسيق كفانتورينو الطريقة دية إن شكل الخيوط حرف زي دي طريقة قديمة ما كانش ليها موجود وجود في العصور الوسطى العصور الوسطى كانت على شكل حرف اس وليس حرف زي وبالفعل شكل حرف زي كان بيستخدم في هذا الزمان من القرن الأول الميلادي وما قبله وفي هذه المنطقة فمن 33 قطعة وجدت في قمران لقي واحدة فعلا بالفعل النسيق بتاعها على شكل حرف زي بهذا المنظر وليس بهذا المنظر يعني يشبه أنسجة لقيوها من منطقة قمران فده أسلوب مميز للفترة دية ولقيوا أن هذا الأسلوب استخدم ما بين 400 قبل الميلاد ل500 ميلادي فقط كون أنه هو من نفس الشكل نسيق كفانتورينو وحتى يشبه النسيق بتاع مخطوطات قمران رغم أنه استمر محفوظ في منطقة مختلفة عنه عن كفانتورينو تماما وانتقل باستقلالية عنه فأنه يؤكد أنه هو من نفس الحقبة الزمنية يعني حوالين القرن الأول الميلادي يعني بمعنى آخر لو واحد حيجي يزور كفانتورينو في القرن الـ 12 والـ 13 زي ما بيدعوا وحيزور المنديل المقدس في نفس الزمان ما كانوش ينتقلوا باستقلالية وأيضا ما نلاقيهمش أنه هم متشابهين رغم أنه هم يعني واحد يزور كفانتورينو وواحد تاني في حتة تانية يزور منديل وجهة الرب يسوع المسيح في منطقة مختلفة اللي زور كفانتورينو في القرن الـ 13 واللي زور المنديل ده في القرن السابع ما نلاقيش شكل النسيج ونوع النسيج متطابق مع بعض فاهميني أصد أقول إيه؟ الحاجة التانية ما لقيوش بقايا أي ألياف قطنية ولا صوفية يعني كتان بس يعني مش بس في المنطقة ده المنطقة المتسعة ما كانش فيه حتى ألياف قطنية بتدور حوالين المنطقة اللي كان بيستخدم الألياف بتاعتهم ألياف كتان فقط والمنسجات كانت كتان فقط كانت منطقة اليهودية في هذا الزمان لأن حتى في العصور الوسطى كانوا بيعملوا منسجات من ألياف مختلفة وتلاقي فيها حتى المنسجات اللي جاية من كتان بتلاقي فيها بقايا ألياف قطنية أو صوفية كويس أيضا لا يوجد عليه أي وسيلة للطباعة أو الصباغة زي ما قلت يعني كده لهو نوع حديث ولهو نوع غالي السمن في هذا الزمان وده يختلف عن كفانتورينو كفانتورينو نوعية الكتان واضح أنها غالية السمن يعني نيكوديموس ويوسف الرامي جابوا كتان قصدين أن هو يكون غالي لكن المنديل اللي هو ما كانش جزء من الأكفان مقصود ده وضعوه بس حاجة مؤقتة عشان كده ما كانش غالي ما كانش كتان غالي ده كل يوضح أنه فعلا منديل اللي اتوضع على رأس الرب يسوع المسيح زي ما بيقول إنجيل يوحنى ويؤكد أن الأحداث التاريخية اللي تذكرت في الأناجيل في منتهى الدقة بعد كل ده يجي لكم واحد من القرن السابع يقول لك ما قتلوه وما صالبوه وترفعوا وتشبهوا الكلام الغريب ونحن عندنا هذا الغناء من الأدلة الضخمة اللي عندنا شكل المنديل من البقعة اللي موجودة حواليه هذه الشكل بتاعه هنتكلم على البقعة اللي هي متقابلة في النحيتين وهنتكلم على بعض العلامات الغائرة وهكذا باختصار شديد فلما تم الدراسات تحليلية ليه أولا بالفعل هو منديل اتوضع على وجه إنسان ينزف بشدة ده محدش يقدر يفاصل بها لكن اتوضع بطريقة مطوية يعني اتلف بطريقة طبقتين بدأوا يلفوا واضطروا يتنوه عشان كده يوجد تناسق بين البقعة على الجانبين المنظر ده عشان كده الجانب ده فيه تشابه مع الجانب ده لكن الجزء اللي كان بتلامس مع النزيف كان ده الأولان ده وده اللي كان فوقي يعني الدم يبدأ من هنا من البقعة دي ويتخلالها ويعبر للطبقة الثانية اللي فوقيه ليه اتوضع بطريقة مطوية؟ هوضح لحضراتكم ليه فالبقعة متناسبة إن هي كان منديل دم الطبقة فالدم يعبر من الطبقة الأولانية اللي بتلابس الدم مباشرة والسوائل زي البلازمة إلى التانية اللي فوقيها عشان كده الأولى بيهبقع دمه أكتر من التانية البقعة دي أولا تتفق مع أنه ملامح وجه إنسان بينزف ومن النقاط اللي متحددة ومن أماكن النزيف وتحركها فعلا مناسبة لأبعاد سليسية لوجه إنسان بهذا المنظر الطبقة الأولى اللي كان بيها البقع الأكتر هي تطابق أغلب البقع اللي موجودة على كفن تورين ولقيوا ما بين هذا المنديل هنا وكفن تورينو هنا سبعين نقطة تطابق في أماكن بقع الدم وده يؤكد لحضراتكم استحالة التزوير إن يكون المنديل تزور في القرن السابع وكفن تورينو تزور في القرن السورية التلاتاشر والكتب الكتير اللي بيحاول يهجموا أي أدلة تؤكد تاريخية كتابنا والصدق هذه الأحداث بيحاول يهجموها بأي شكل مهما كان وده أحد المراجع اللي قارن ما بين الاثنين وأكد هذه النقاط تفصيلا تشابههم أو تطابقهم في سبعين نقطة نزيف بشكل مستحيل يكون صدفة فهو منديل وجه نفس الإنسان اللي كان مدفون في كفن تورينو اللي تكفن بعد ذلك أو تلف بكتان كفن تورينو الجزء الثاني من المنديل اللي هو بقعة وأقل من الأولاني اللي هي الطابقة التانية لما تطبق اتنين كان في الأول هو التاني يطابق كفن تورينو في خمسين نقطة للأولاني يطابق أكتر لأن الأولاني هو اللي كان متلامس مع وجه الرب يسوع المسيح لها كل المجد مباشرة زي كفن تورينو الطابقة التانية اللي فوقيه اللي كان بيعبر الدم والسوائل زي البلازمة من الأول للتاني فتطابقت برضه مع كفن تورينو في خمسين نقطة يعني ما بين الاثنين يتطابق الكفن مع منديل تورينو بجوز A في مية وعشرين نقطة أو أكتر تحليل دم على الاثنين أظهر أنه نفس فصيلة الدم AB positive وده نفس فصيلة الدم اللي لقوها على كفن تورين وهي نفس فصيلة الدم اللي لقوها على المنديل مع ملاحظة فصائل الدم لم تكن اكتشفت إلا حديثا فالتزوير مش هيستخدم في عصرين مختلفين زوروا المنديل في القرن السابع وكفن تورينو في القرن الاثناشر أو الثلاثتاشر في عصرين مختلفين في مكانين مختلفين يستخدموا بنفس الصوفت فصيلة الدم متطابقة رغم أن هي مش الفصائل الدم المعتادة زي AB positive أيضا لاثنين يتطفقان في البلازمة بسلوب شكلها ويتضح في دراسته تحت UV أيضا بقع الدم تتطفق تماما مع وصف إنجيل يوحنى دليل مهم جدا طبعا الدم دم متحلل أو يعني ده عد عليه فترة زمنية طويلة جدا الدم أظهر نسبة مرتفعة من البلوروبل على الاثنين ماينفعش يجيبوا أنا آسف في التعبير لدم حيواني ولا حتى دم بشري طبيعي إنسان طبيعي ياخدوا منه شوية دم عشان يزوروا به ماينفعش النسبة البلوروبل بترتفع جدا في دم إنسان لما بيتعرض للتروما شديدة extreme trauma يعني يتعرض لإصابات شديدة جدا بتزود نسبة البلوروبل في الدم فده يؤكد إنه هم من حتى مش مزورين محترفين راح وجابوا دم إنسان ومعليش يدينا شوية دم عشان نزور به المنديل ولا نزور به كفانتورينو ماينفعش مش هيبقى فيه النسبة المرتفعة من البلوروبل لكن في فرق كبير ما بين المنديل وما بين كفانتورينو المنديل عليه صورة حقيقية بقعة دم حقيقية كفانتورينو بالإضافة للبقعة اللي موجود عليه صورة المسيح اللي عليه هي صورة negative وليس صورة positive واللي شرحت ليه لأنها بسبب أمواك ضوئية قوية كوينت صورة negative على كفانتورينو يعني مش بس البقعة البلازما وغيره ده الإضاءة القوية هي اللي كوينت صورة المسيح على كفانتورينو ما نلاقيهاش الصورة ضي واضحة على المنديل لأنه ما تعرضش لهذه الإضاءات القوية اللي هي النور القوي جدا المبهر اللي خرج وقت قيامة الرب يسوع المسيح له كل المجد لكن الصورة لأنها اللي موجودة على المنديل هي بقعة دم بس فزي ما قلت كفانتورينو تعرض لحاجة مخلفة للمنديل ده يوضح أن المنديل اتوضع أولا على رأس الرب يسوع المسيح له كل المجد وهو لسه على العود الصليب قبل ما ينزلوه لفوا به الراس بتاعه بعدها لما جه يتكفن شالوا المنديل ده وكفنوه بكفانتورينو وسابوا المنديل بعد ذلك عشان كده كفانتورينو هو اللي اتعرض للإضاءة مش المنديل لكن المنديل اتعرض للدم أولا قبل كفانتورينو أيضا أمر آخر مهم جدا من اتجاه البقعة لأسفل البقعة مبتدية من أعلى وتتجه لأسفل على عكس كفانتورينو البقعة تبتدي وتنتشر بشكل سطح يعني توضح أن هذا المنديل لما تنامس مع وجه ربنا يسوع المسيح له كل المجد وهو كان لا يزال في وضع رأسي على عود الصليب فما كانش توضعه أفقي زي لفه بالكتان بتاع كفان الرب يسوع المسيح فدي الصورة اللي كان عليها رأس ربنا يسوع المسيح له كل المجد وده يناسب التقليد اليهودي أنه الإنسان اللي بيموت في حادث طبعا مش المسلوبين المسلوبين المفروض بيحاولوا يعني يزيدوا إهانة ليهم الرومان إن هم من يرموهم في حفرة لكن طالما بلاطو سمح لليهود إن هم من يدفنوا ربنا يسوع المسيح فاليهود أول حاجة بيعملوها يغطوا رأسه مباشرة عشان يتم تكفينه وبيعتبروا نوع من أنواع الاحترام للإنسان الميت وده واضح أنه احتمال يكون أول شيء قام بين قديم وسيوسف الرامي أول حاجة لما سمح لهم بلاطوس وجم خلاص يتولوا عملية دفن الرب يسوع المسيح غطوا وجهه رأسه للرب يسوع المسيح اللي أسلم روح العود الصليب بهذا المنديل وبعد كده تم إمزاله فواضح أنه هو ما بقاش كثيرا ما بقعتش لثلاثة أيام ولكن اتوضعه هو أولا فمثلا في الكفن يوجد البقعة المميزة جدا في الجبهة اللي تشبه حرف ثلاثة الإنجليزي البقعة دية اللي هي أصارت إصابة واضحة في جبهة ربنا يسوع المسيح له كل المجد نفس ده واضح أنه هو أصار جرح يعني الجرح كان واخد شكل حرف الثلاثة قد تكون شوكة من الأشواك أو من الجلدات أو إصابة أو السقطة عملت هذا الشكل الجرح في جبهة ربنا يسوع المسيح لكن المنديل الجرح ده عامل بقعة دم كبيرة كفن ترينه بقعة الدم اللي عليه من هذا الجرح قليل أو السوائل اللي كانت بتخرج يعني المنديل توضع أولا على الوجه وامتص كم كبير من الدم خاصة الجزء الأولاني والطبقة التانية وبعد كده لما تنزع وتوضع كفن تورينه السوائل الباقية اللي لسه جاء دم في مرحلة التجلط طبقة البقعة الأصغر اللي تركت أثرها على كفن تورينه أيضا نفس الأمر بيلقوه في بقية أثار الإصابات أيضا التحليل وضح أن البقعة الوسطى على المنديل اللي هو مقابل أنف الرب يسوع المسيح تم من دم أقل كثافة بكثير بل هو السوائل مرتفعة بيها نسبة دم نسبة الدم واحد إلى 6% سوائل يعني سوائل ارتشاح فالبقعة دية اللي مقابل أنف ربنا يسوع المسيح توضح بالفعل أنها تمت بعد ما أسلم الروح فالسوائل اللي اتجمعت في الرئة واللي كان معاها دم زي ما وصف يحن الحبيب بدقة أنه بعد الطعنة خرج دم وماء لأنه كان أسلم الروح وشرحتها طبيا أيضا بقايا هذه السوائل خرجت من أنف ربنا يسوع المسيح دم وماء وده يناسب تماما وصف يحن الحبيب في خلوك دم وماء لما قال في إنجيل يحن اسحح 19 عدد 34 لكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وباء مش بس بطلع من الطعنة كمان أيضا في بعض منه من الأنف بنفس المنظر فهو ماء في الرئة وتجمعات سوائل في الرئة بسبب ما تعرض إليه من كل الترومة من تعذيب وصعوب التنفذ وفقد دم كتير وهكذا وتجمعت هذه السوائل في الرئة فوضح أن الماء اللي خرج منه البعض من جنب المسيح أيضا خرج منه البعض من أنف المسيح وساب أثاره على المنديل بعد ما كان أسلم الروح أثناء تحريك جسده ده ما ينفعش يكون بالتزوير ويطابق الوصف الكتابي بهذا المنظر أيضا يوجد أثار لجرح غائر حاد في ناحية الجنب اللي هو الأثار دي والأثار دي توضح أنه كان فيه جرحات كانت غائرة مش بس جروح سطحية ده احتمال كبير يكون مكان غرس في أحد الأشواك يعني الشوكة مش بس عورته لا ده غرس تجامد في هذا المكان ده مناسب أيضا للوصف الكتابي ويوضح أصلته لما بيقول في إنجيل متى 27 بدأي من عدد 29 وضفره كليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصب فيه مين وكان يكسون قدامه يستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود وبسقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه ضربوه على رأسه وهو قريدي محطوط على رأسه كليل من الشوكة تتوقعوا إيه اللي يحصل أنه بعض الأشواك بسبب الضربة دي بالقصبة على رأسه هو مرتدي كليل الشوكة طبعا الشوكة تنغرس جدا في الجد وتسبب الجروح الغائرة زي الجروح الواضح على المنديل بهذا المنظر بل لما درسوها ومعدل التجلط اللي حصل لها اتضح أن هي كانت أقل من ساعة عشان يكون لسه فيه أثار بقايا دم بتخرج ما تجلطيتش رغم أنه مات أيضا عشان درسوه صنعوا شكل رأس ووضعوا عليها المنديل عشان يشوفوا الزوايا اللي تمت بيها البقع تكون إزاي فوجدوا أن هي رأس إنسان ميت في وضع رأسي على عود الصليب من ثانية بنسبة سبعين في المية درجة للأمام والأسفل وعشرين درجة لليمين ده يناسب تماما ليه المنديل مغطاش كل وجه الرب يسوع المسيح وليه لفوه ورجعوا وطبقوه لأنه بهذا المنظر لما أسلم الروح الرأس مالت للأمام فأصبح الخد الأيمن ملامس للكتف الأيمن فلما وضعوا المنديل وضعوا المنديل على الرأس والوجه ورس ربنا يسوع المسيح على عود الصليب والرأس في وضع رأسي مائل للأمام لليمين بعد ما أسلم الروح وعشان كده اضطروا يلفوا ويرجعوا للخلف مرة تانية عشان كده أعمل طبقتين أيضا بعض البقع المتراكمة فوق بعضيها توضح إن كل واحدة تتكون وتبتدي تنشف أو تتجلط الدم اللي فيها وبعدها تحصل بقعة تانية فتتكون عدة طبقات يوضح إن هي تمت فيه أوقات مختلفة متتالية يعني الوضع الأولاني لما توضع المنديل اتوضع على رأسه اتوضع على رأسه أولا وبقي فترة زمنية أثناءها غالبا يوسف الرامي ونيقوديموس بيحاول يشيلوا المسامير فبقعة تكونت وبدأت تتجلط وتجف خلاص حرروا جسد الرب يسوع المسيح له كل المجد من المسامير من على عود الصليب بدأوا يحركوه فحصل السوائل اللي متجمعة بدأت تخرج فابتدت تتكون بقعة تانية كونت وبقى فترة ودفت فسابت الطبق التاني من البقعة فوق الأولانية بعدها حصلت التالتة يعني اتحرك بطريقة مرة تالتة فالأولاني في تنزيل من على عود الصليب بعد كده في نقله وبعد كده لما المرحلة اللي هو التالتة والأخيرة بعد ما وصل لمنطقة لقرب القبر واللي هيكفنوه فقبل ما يشيلوا المنديل ويجيبوا الكتان ويحطوا الأطياط فهو مناسب انه وضع وهو لا يزال على عود الصليب وباقي حتى انزاله تكونت بعض البقعة تجلطت استمرت فترة مع تحريك الجسد كل مرة يتحرك حركة مهمة يتغير زاوية الرأس تماما تبدأ تحدث بقعة جديدة وتتجلط وبعدها يتم تحريك الجسد فتتكون بقعة جديدة وتتجلط وهكذا بل حسب الفرق ما بين كل بقعة من التلاتة الوضحين وضح ان لما اتحط المنديل أولا هو كان لا يزال على عود الصليب وقتها بدأت تتكون أول بقعة أنفية كبيرة اللي هي البقعة دي الكبيرة المتسعة التانية تقريبا بعدها بساعة كانوا ساعتها غالبا شالوا المسامير ونزلوا بالجسد من الكامل من على عود الصليب وبعدها خرجت سواء الأخرى من الأنف والفم عشان كده البقى الوقت تبتدى يسرقهم فعايزين يسرعوا لأن السبت خلاص لت السبت بتقترب فخرجت السواء الأخرى من أنف والفم من رب يسوع المسيح مع تغيير وضع جسمه من الرأسي للأفقي بقى في الوضع ده تقريبا قربة تلات تربع ساعة وده زمن نقله من مكان الصلب إلى بينقلوه بأي وسيلة حملا أو غيره لغاية ما يوصلوا إلى مكان دفن الرب يسوع المسيح في حاليا كنيسة القيامة في القبر وثالثا بدأت تتكون أثناء رفع الجسد وتغيير الوضع قبل ما ينزعوا المنديل بعد كده ويتلف بكتان ويتوضع في القبر ويتوضع المنديل معه المنديل واضح أنه هو الإنسان يعني ربنا يسوع المسيح لها كل المجد عانى من تجمع مياه في الرأة قبل ما يموت وغالبا هو ده سبب الوفاء وهو النزيف الشديد ويفقد الكمية الدم دي كلها وصعوبة التنفس الآثار كمان واضحة أنه هو إنسان ما بتتغيرش حركته كل كم ثانية لا ده إنسان مش بيتنفس مش بيتحرك عشان كده البقعة بتحصل ويكون في وقت كافي تبدأ تتجلط وبعدها بفترة تبتدي تحصل البقعة التانية ما كانتش بتحصل فراءات ثواني يعني ما كانش بيتنفس أيضا دراسة المنديل من ناحية الأنثروبولوجي ومعالم الآثار البشرية اللي عليه وضحت أنه ملامح اللي عليه اللي ممكن يشوفوها من البقع إن هي ملامح يهودية زو أنف حاد مكان التصاق الأنف بي المنديل وعزام خد بارزة أيضا إنسان زو شارب وزقن وشعر طويل أيضا أصار الإنسان هو فمه خرجت منه سواءل هو والأنف فزي ما قلت لحضراتكم إنسان تعرض لترومة شديدة أيضا الأنف واضح عليها مصابة لأنها متنية إلى حد ما فالإنصابة اللي في الأنف وإنبعاجها لليمين قليلا فوضحت أنه تعرض لإصابة شديدة اللي غالبا وهو لما ساقط وهو يحمل عود الصليب زي الدلة من التقليد اللي بتقول في رحلة الصلب أيضا تم دراسة العينات من مواد نباتية وطبقة نفس ما وجدوه في كفان تورين من هي أنواع من منطقة فلسطين منها المر والألو ودولا قد يكونوا من اللي ترش عليهم المنديل يعني نيقوديم وسيوسف الرامي كمان بعد ما غلفوا جسد الرب يسوع المسيح بالكتان أي حاجة كان عليها دم كانوا بيحط عليها الأطياب كنوعا من تكريما لجسد ربنا يسوع المسيح ومن ثين جه الميت راطل اللي حطوه على جسد ربنا يسوع المسيح فهما كانوا بيرشوا الأطياب على كل حاجة فيها دم لغاية ما طبعا كانوا هيكفنوا بالطريقة اليهودية بملابس التكفين اليهود التكريكيم اللي كان مفوض يعملوا يوم الأحد فعشان كده وجدوا مرشوشين المواد دي فوق بقع الدم يعني ترش بعد ما تكونت البقع الدموية وبما فيها من مواد من القرن الأول الميلادي وطبعا قبل خراب أورشري أيضا من الأدلة المهمة المايكروسكوبية اللي تؤكد هذا الأمر وتؤكد تاريخيته وتأكد المنطقة وتؤكد تاريخية صلب ربنا يسوع المسيح وهي قيامته له كل المجد أن اليه يوبي ثلاث أنواع حبوب لقاح أساسية من كثير لكن الثلاثة دولة مميزين جدا للمنطقة اليهودية أو منطقة فلسطين وهي واحد منهم أوك والتاني ماستك تري من سبيشيز أو أجناس محددة للمنطقة وواحد الثالث اللي هو سولت سيدر من السبيشيز من الثلاث أنواع أو أجناس من الثلاث أجناس دولة مؤكدين لأنها لهذه المنطقة من الأنواع المميزة لهذه المنطقة من هذا الزمن وأنواع تانية كتير برضو تبقى موجودة في منطقة البحر المتوسط فكلها أجناس نباتية من منطقة اليهودية وفلسطين فده يؤكد بطريقة طاعة أنه من منطقة فلسطين قديمة من هذا الزمن ولكن تم تمييز إجمالي 141 نوع حبوب كلهم مناسبين للمنطقة وعشر سبورز كلهم يؤكدوا أنه من منطقة البحر المتوسط من هذا المكان ولكن فيه ثلاثة خاصة معروفين أنه هم المميزين لمنطقة اليهودية فقط فده دليل عاب دليل قاطع على تاريخية هذا المنديل وأنه من الأدلة التاريخية تشهد على حديثة صلب المسيح تاريخيا وحديثة قبره وحديثة قيامته أيضا الدراسات وضحت أنه تم تلوصه ببعض المواد منها بقع لكن ده ليس تزوير ولكن الدم اللي موجود عليه زي ما قلت من مجموعة A-B-Positive أيضا في الطرف السفلي من المنديل يوضح أنه أكتاف الرب يسوع المسيح لكل المجد وأيضا أعلى الظهر كان مليان دم كان بينزف كتير فكان بينزف منها قبل ما يتوضع المنديل فالمنديل لما تلف به الرأس ولمس الأكتاف عمل برضو هذه البقع اللي توضح أنه كان عليه دم من هذا الأمر وأيضا بعض الدم كان بيعبر من الشعر يعني كان بينزف من فروة الرأس لأنه مات بالفعل فلو كانت حط بطريقة مسطحة ما كانتش هتتساب هذه البقع فهو أصيب بشدة قبل ما يموت ونزف جلد الرأس كتير ونزل على كتفيه ولطخ شعره بعد كده مات وبعدها اتوضع المنديل فاخد كل البقع اللي احتفظت على المنديل بهذا المنزل أيضا دراسة للمنديل وطحت طريقة لفه زي ما قلت لحضراتكم هو بدأوا من خلف الرأس ولفوه للأمام لغاية من الجهة الشمالية للوجه إلى الجهة اليمنى لغاية ما وقفوا عند منطقة التقاء الوجه من الناحية اليمنى بالكتف لأنه كان منحني يلمس الخد الأيمن للكتف وبعد كده رجعوه مرة تانية وثبتوه بالجزء الحديدي أو الجزء المعدني اللي ساب أثار الصقب اللي موجود على المنديل بعد انزاله تم إكمال لف المنديل بعد مرور ساعة من أول بقعة وتم تثبيت الطرف الآخر من المنديل بالشيء الحد أو الآلة الحد أو الكليبس الحد ده اللي سبب الصقب اللي موجود فيه أيضا الوضع اللي موجود بالمنديل يوضح أن ربنا يسوع المسيح كان معلق بين زراعيه الاثنين عشان يكون الكتفين مرتفعين فالمنديل لما لمسهم شال بعض أثار الدم من النسيف الموجود عليهم لكن الوضع ده ما ينفعش ليه أنه يكون متعلق وده بس لازم يكون في مكان تالت للارتكاز كان يسمح له أنه يتنفس ولو حتى بصعوبة لفترة زمنية لأنه لو تعلق من زراعيه فقط كان مات فأقل من 15 دقيقة وما كانش ترك هذه الأثار المتنوعة فده معناه أنه فعلا كان متسبت بالمسامير من 3 أماكن واحد في رجله وده الوضع الوحيد اللي يكون بالمنظر اللي هو الصليب اللي رجليه مسبتة بالمصمار والزراعين أيضا بالمسامير ويتنفس بصعوبة لغاية ما يموت فيه أكتر من ساعة لكن ما يموتش في دقائق ووضع الصليب ما يخليش الدماء الغزيرة من الرأس والكتفين إلا لو كان فعلا أصيب بجراح كثيرة في الرأس والكتفين قبل ما يتسلب وده يطابق وصف الكتابي لأن الرب يسوع المسيح الأول تجلد وبعد كده وضع أكليل من الشوك وبعد كده ضربوا بالقصبة على أكليل الشوك على رأسه فحصلت كل الإصابات في الكتفين وفي الظهر وفي الرأس وفي فروة الرأس وده يطابق وصف سلام ربنا يسوع المسيح وصليب المسيح ده فقط عينات من الأدلة الأبحاث قلت لحضراتكم عليها قدمت أدلة أكتر من ذلك بكثير وأبحاث رائعة وأضعت لحضراتكم أسماءهم لو تحب ترجعوا إليهم فملخص الأدلة هو لإنسان بمتوسط من القرن الأول الميلادي إنسان مات معلق يعني مسلوب قبل الصلب نزف بشدة بسبب إصابات على الكتفين زي الجلد وأيضا فروة الرأس زي كليل الشوك واستمر ينزف أثناء الصلب أي وقت وضع شوك على رأسه وإذ جاء حاجة حصلت خلت الشوك ده ينغرس في فروة رأسه وفي جبينه لإنسان مات وخرج منه دم وماء زي الوصف الكتابي رغم أنه مسلوب وحتى هو مات إلا أنه تم وضع منديل على وجهه بعد الوفاة بفترة قليلة زي ما قال إنجيل يوحنا كلام ده كله حصل لإنسان يتجلد وتصلب لأنه ده ما بيحصلش في العقوبات القديمة يتجلد يتصلب لكن هذا الإنسان يتجلد وتصلب وتحط على رأسه كمان إكليل شوك وتضرب عليها من منطقة أرشالين فلسطين ده بدليل قاطع من حبوب اللقاح بأسلوب دفن إنسان مصلوب قبل خراب أرشالين من نوعية قماش من اللي بتستخدم حتى في منطقة كمران وفي منطقة أرشالين وحبوب اللقاح من هذه المنطقة من هذا الزمان الشخص الميت اللي تغطى به طبعا جسده غير موجود حاليا ويطابق كفا تورينو في النقاط بتاعة النزيف رغم أنهما المختلفين في منطقتين مختلفين وتاريخية مختلفة في الانتقال من منطقة الأخرى فإن احتمال يكون المنديل ده منديل وجه آخر مصلوب غير المسيح هي غير محتملة ما تنفعش الأثار اللي تشهد على صلب المسيح وقيمته لا يمكن إنكرها ولا المجادلة فيها إلا فقط لللي بيصر على الرفض بدون حياة دي ودونها طبعا كثيرين اللي اختاروا الرفض للرفض واللي بيثبتوا حاجة واحدة بس إنه مهما وجدت أدلة عملاقة هما مش هيقبلوها مهما حصل حتى إنها أدلة قطعة لك مش هيقبلوها ليه؟ لأنهم اختاروا الرفض سواء بسبب عقيدة عندهم قلت لهم أنهم ما تصلابش يا إما محاولة رفض تاريخية الرب يسوع المسيح أو صلبه وقيمته أو غيرها لأنهم رفضين يؤمنوا به أتمنى ما كنش أخطأت في شيء ده ملخص شديد عشان ما طولش على حضراتكم ولو كنت أخطأت في شيء صدقوني لم يكن عن قصد وربنا يبارك حضراتكم